وصل إلى بيروت المبعوث الأمريكي الخاص عاموس هوكستين والذي بدأ لقاءته بزيارة رئيس مجلس النواب نبيه بره ورئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي ووزير الخارجي عبدالله بوحبيب وقائد الجيش جوزيف عون وكدى المبعوث الأمريكي أن التصعيد ليساعد لبنان والأولوية يجب أن تكون لتسوية ديبلوماسية مشددا على أن الحل الدبلوماسي هو المخرج الوحيد لوقف التصعيد بين لبنان وإسرائيل وأضاف معتبرا أن أي هدنة في غزة لن تمتد بالضرورة تلقائيا للبنان وقال أنه من غير الممكن الحديث عن حرب محدودة أو من غير الممكن الحديث عن احتوائها متابعا بأن واشنطن متفائلة بالجهود المبذولة لسعادة الاستقرار جنوبي لبنان وقبيل بدء زيارة هوكستين جديدة أكد نائب رئيس مجلس النواب الياس بوصعب أن المبعوث الأمريكي سيعمل على مواصلة الجهود الدبلوماسية الرامية إلى وقف تصعيد الصراع على الحدود اللبنانية الإسرائيلية وتحقيق الاستقرار وأضاف بوصعب في تصريحات لوكالة رويترز أن توقيت الزيارة يشير إلى التقدم المحرز في جهود توصل إلى هدنة في غزة مشيرا إلى أن هوكستين لديه أفكار جدية قد تحمل بداية لحل مستدام من بيروت ينضم إلينا لمناقشة هذا الموضوع الكاتب الصحفي إبراهيم ريحان مساء الخير إبراهيم أهلا بك في الأخبار الليلة بداية من أهداف هذه الزيارة يعني هوكستين بكثير من الزيارات السابقة وصف بأنه يحمل الحقيبة الدبلوماسية يحمل حلا دبلوماسيا مطروحا على الطاولة اليوم ما الجديد الذي لديه؟ أولا مساء الخير ما يحمله أمس هوكستين يوم في زيارته هي سلة متكاملة لرؤية الولايات المتحدة لحل المستدام على الحدود اللبنانية مع إسرائيل لكن بعد وقف إطلاق النار وبعد الوصول إلى وقف إطلاق النار يعني المرحلة الأولى لأي نجاح لهذه السلة التي تبدأ بوقف إطلاق النار وتأتي بعدها عودة النازحين اللبنانيين إلى القرى الحدودية وكذلك الأمر عودة النازحين من المستوطنين الإسرائيليين إلى البلدات الشمالية وبعد ذلك يتم تثبيت النقاط السبعة المتفق عليها بين لبنان وإسرائيل في اجتماعات سابقة بين اللجنة الثلاثية وفي مرحلة داحقة يتم البحث في مصير النقاط السبعة العالقة بين لبنان وإسرائيل والتي منها البيوان وصولا إلى النقطة الثلاثية حيث مزارع الشبعة عفوا كل هذه السلة تحتاج إلى وقف إطلاق النار لكن هوكستين كان يحمل رسالة تطمينية تحذيرية في الوقت عينه قال للمسؤولين اللبنانيين طمأنهم إلى أن الولايات المتحدة تبذل ما في وسعها لمنع توسع الحرب لكنه حذر أيضا أنه سمع في تل أبيب أن هناك أفريقاء وليس فريقا واحدا في الحكومة يشجعون على توسعة الحرب مع لبنان لإبعاد حزب الله عن الحدود في حل لم تصل الديبلوماسية إلى الحل المرتجى هناك كان يحمل العصى والجزرة فصل بين إمكانية أن يكون هناك هدنة في غزة وفعليا أن تمتدها كذا هدنة مع لبنان بوقت أن الأطراف الأخرى تتحدث عن وحدة الساحات ويقول أن هذه الساحات منفصلة جدا بالنسبة للولايات المتحدة وإسرائيل وبالتالي حزب الله كان يقول بأوقات سابقة نحن سنوقف إطلاق النار بحال توقف إطلاق النار على غزة اليوم هل انتهت هذه المعادلة وهذه المرة ليس من حزب الله السؤال مهم لأن هوكستين يوم كلامه يستهدف بمبدأ وحدة الساحات التي سعى حزب الله إلى تطبيقها منذ الثامن من تشرين أكتوبر الماضي اليوم حزب الله قد أعلن على لسان أمينه العام قبل أسبوعين أنه متمسك بوحدة الساحات أي بربط ما يحصل بجنوب لبنان بما يحصل في قطاع غزة وأنه لن يوقف إطلاق النار قبل التواصل إلى وقف إطلاق النار هناك لكن هوكستين لما حين قال هذه العبارة كان ينقل الموقف الإسرائيلي بأنه ليس من الضرورة أن تنسحب هذه الهدنة إلى جنوب لبنان لكن الولايات المتحدة تأمل أن يكون هناك حل في لبنان يعني كان يشير إلى الموقف الإسرائيلي وبطبيعة الحال الولايات المتحدة تتمهى كثيرا مع الموقف الإسرائيلي وهذا ليس سرا وليس خافيا وخصوصا أن إسرائيل تريد منها التهدئة في غزة أن تكون سببا لكسر وحدة الساحات وكسر هذا المبدأ وفصل جبهتين والتواصل إلى اتفاق مستدام أو طويل الأمد إن صح القول على الحضوب مع لبنان يقابله اتفاق آخر في قطاع غزة يعني يكون الاتفاقين منفصلين لكن حزب الله بالتحديد يريد أن يبكي الأمور متصلة ببعضها البعض أي أن وقف إطلاق النار أو التهدئة في غزة تنعكس على لبنان هذا ما يريده حزب الله وكان لافتا لقاء هكستين قبل سفره في مطار رفيق الحريري في بيروت مع نائب رئيس مجلس النواب الياسبو صعب الذي أوكل حزب الله له كشخص حصرية التفاوض مع هكستين وليس عبر أي أحد آخر وهذا بحسب المعلومات يعني صار الموفد الوسيط بين هكستين وحزب الله هو فقط الياسبو صعب وجاء اللقاء بين الياسبو صعب وهكستين بعد انتهاء زيارة هكستين وجولته في لبنان بعيدا عن كل التصريحات أو العموميات التي صدرت من الرئاسات في لبنان ووزارة الخارجية عن أجواء اللقاءات حتى الساعة بحسب المعلومات الأمور معقدة للغاية بسبب إصرار حزب الله على رابط ما يحصل بقطاع غزة بجنوب لبنان وأنه لن يوقف إطلاق النار ما لم يتم التوصل إلى حل في غزة طيب فعليا ما التسوية التي يحملها هكستين بالتفاصيل يعني اليوم هو يحمل تسوية تتعلق بـ 1701 فقط يحمل تسوية سياسية أبعد من ذلك يحمل بعدا عسكريا كما قيل بحسب الطرح الفرنسي الذي كان موجودا وسواه من ناحية انتشار قوات فرنسية مقابل قوات أمريكية من الجانب الآخر أو ماذا يعني بالواقع الآن الحل العسكري يعني بانتشار قوات فرنسية من لبنان والأمريكية من الجانب الإسرائيلي لقى رفضا من لبنان ومن إسرائيل بطبيعة الحال كل الجانبين أبلغا رفضهما لكن هكستين يحمل بالطرح أنه بتطبيق الـ 1701 في المرحلة الثانية يعني بعد تثبيت النقاط الحدودية ينتشر الجيش اللبناني ويزيد من انتشاره في مناطق الجنوب كانوا يتحدثون عن حوالي 10.000 إلى 15.000 عسكري جديد من الجيش اللبناني يرسلون إلى الجنوب مع بعاد واختفاء المظاهر المسلحة لغير القوى اللبنانية الشرعية وقوات اليونيفل في المنطقة هناك لكن كل هذه السلة التي يحمله هكستين حتى أنه تحدث بموضوع الرئاسة مع المن التقاهم أنه ينبغي أن يكون هناك رئيسا ضمن هذه السلة المتكاملة تضمن الاستقرار للبنان وربما كان يحاول أن يعطي الجزر لحزب الله في هذا الإطار فالموضوع انتشار الجيش من عدمه كله رهن يعني كل هذه السلة تبدأ بعد وقف اطلاق النار الذي يبدو بعيدا عن الجبهة اللبنانية حتى اللحظة نظرا إلى كثافة العمليات التي تحصل على الحدود وتبادل النيران الذي وصل إلى بعلبك قبل أيام قبلها إلى الغزي وكان حزب الله يعمق نحو قاعدة ميرون والجولان يعني كان هناك مشهد معقد من النيران على جانبي الحدود يجعل أي حل حتى اللحظة صعبا للغاية نعم لسبب الأسباب السياسية لدى حزب الله ولدى حكومة نتانياه شكرا لك ضيفنا من بيروت الكاتب الصحفي إبراهيم ريحان على هذه المداخلة معنا في الأخبار الليلة